وبلاغات القرآن الكريم متعة ما بعدها متعة بيوسع المدارك ويسقف ويعني بيفتح الدماغ وبيخلينا نطلع على أشياء لا يمكن يعني كنا نتخيل أنه ده معناها أو ده المقصد منها المقاصد كثيرة وكبيرة وواسعة ومهما تبحرنا فهي أوسع مما نتبحر احنا هنعمل سلسلة حلقات اسمها تأملات قرآنية نتأمل في القرآن الكريم هنجيب الكلمة أو المعنى أو اللفظ ونتأمل يعني في أغواره لأنه الموضوع يعني عميق لدرجة أن احنا ممكن ما نوصلش لآخر هذا العمق لكن هنحاول يعني نفهم مع بعض بمساعدة فضلت الشيخ ربنا يباريك له أحمد الصباخ هيفعدنا في أننا نغوص في التأملات هذه التأملات القرآنية حلقات ممتعة أنا شخصيا أول وحدة بستمتع بيها وأتمنى أن حضرتكم تستمتعوا بيها تفضل فضلت الشيخ أهلا بيها تفضلتك وأشكرك على هذه المقدمة اللهم اجعلنا خرم مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا يا ربنا بما يقولون يا رب أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ودائما مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء صلي على الحبيب البكيطيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحمة الرحمن تأملات قرآنية خوات القرآنية تجليات قرآنية فيوضات قرآنية خلينا نعيش اجتهادات النهاردة هنعيش في إيه في كلمة أو في وصف بص يا فندم هتبقى مثلا نجيب كلمة نجيب وصف للكلمة دي نقول كده باختصار شديد هتبقى السلسلة إيه بص يا فندم للكلمة دي جات جمع ودايما دي بتيجي مفرد دايما السماوات تيجي جمع والأرض تيجي مفرد دايما السمع يجي جمع والأبصار تيجي السمع يجي مفرد والأبصار تيجي جمع ودايما السمع مقدم على البصر ليه مثلا هنعيش بقى ممكن تبقى كلمة ممكن تبقى لفظة ممكن تبقى جمع والمفرد ممكن التقديم والتأخير ممكن ده جد قبل دي ليه ده أكيدة دي ما أكيدتش ليه ده اللي هنعيش معا شاء الله نبحر بقى في هذه التأملات يا رب إن شاء الله يوسع رزقنا في الهتة دي النهاردة إحنا قررنا نبدأ بفكرة الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه لبعض الناس لفئة من الناس اسمهم المنافقين اكتشفنا أن هذا الوصف جاء أكتر من 300 مرة في القرآن الكريم قد كده الموضوع مهم يعني احنا عرفنا في بعض آيات القرآن اللي هم مصرهم فيه تعرف أنه ذكر أكتر من وصف الإيمان النفاق النفاق مجنينة في القرآن خذ التأمنات الجديدة والسريعة النهاردة في النفاق في القرآن الكريم بكل هدوء بالراحة كده لما قعدت أكتهت في موضوع النفاق في القرآن لقيت ما فيش ولا نبي من الأنبياء اللي وارد ذكرهم في القرآن الكريم كان معاه منافقين يعني سيدنا نوحي يقولك إيه قال الملأ الذين كفروا من قومه الله كل الأنبياء بقولك إيه قال الملأ الذين كفروا من قومه وإلى عدن أخوهم هود وإلى سمودة أخوهم صالحة ملأتش منافقين جم على مدار القرآن الكريم أبدا إلا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله ليه دلوقتي هذه اللقطة الأولى اللقطة التانية النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الرسالة وقعد في مكة 13 سنة بدون نفاق مركزين معي قعد النبي 13 سنة في مكة مفيش إيه مفيش وصف منافق مش موجود كان فيه يا مؤمن يا كافر آه الاثنين وطحين وطحين الله يفتعلك أنا أمنت أنا كفرت تعرفها ليه بقى يا فندم عرفها بقولك إيه إلا أبيض أهو أبيض آه آه طب وليسود ماشي أسود طب الرمادي بقى أدل محير الدنيا ولذلك أنا بقول المسلم والمؤمن هو مؤمن طب ولكافر أهو كافر المصيبة فين يا فندم في المنافق اللي هو ربوني قال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء هه ولا إله هؤلاء بص بص مصيبة النفاق المصيبة في القرآن ولذلك هتعجب كل العجب إن ربنا يذكر صورة للكافرين في القرآن وصورة للمنافقين صورة الكافرون في القرآن اللي يقول يا أيها الكافرون خمس آيات وخلصنا كم آية؟ خمس آيات خمس آيات طب صورة المنافقون حداشر آية ده يدل على إيه إن النفاق خطره أشد من الكفر طب إنت قلت حضرتك قلت كلمة مرعبة شوي جاءت في القرآن الكريم مذبذبين طيب هو ما أكثر المذبذبين حتى وهم مسلمين ومؤمنين لا هو يقصد الزبزبة هنا بين الإيمان وبين الكفر يعني بيدخل ويخرج وهقولك دلوقتي أقسام المنفقين بيدخل ويخرج في إيه؟ في الإيمان لا يعني في ناس الإيمان بيزيد ويانت أيها نعم لا ده المنافق بيخرج لسه نقوله ده المنافق بيخرج من الدين خالص وده نفاق اسمه هقولك دلوقتي بس خليني أقول إيه الموضوع بتسالسه لكذا يبقى ما كانش في نفاق قبل سيدنا النبي كانش في نفاق في العهد المكي النفاق بدأ في العهد الإيه؟ المدني رئيسهم وزعيمهم عبدالله بن قوي بن سلول ومن أعجب ما تقرأينا في القول الكريم أن دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر العذاب للمنافقين يقدمهم يقدم الله المنافقين في العذاب وفي النار على الكافرين وضحت ولا لسه؟ وضحت المنافقين أجب لك آيات سريعة على سبيل المثال في الدرك الأسفل على سبيل المثال الأسفل يعني آخر حاجة في القاعدة أنت سبقتين فيه شوف ربنا يقولي بقى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات آه يبال المنافقين الأول الأحزاب طب صورة الفتح ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله طب صورة التوبة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح أقولي المنافقين والمنافقات وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعلى المنافقين والمنافقات والكفار رقم اثنين طب ايه كمان بقى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع اظنوا ده اخطر حاجة في الحالة النار المنافقون مقدمون في العذاب وفي النار على الكفار طب واقل يعني اعلى درجة في النار عذابا للمنافقين مش للكافرين لان الكافر معروف دي تشوف رب يقول ايه ان المنافقين في في الدرك الاسفلي من النار يعني مفيش بعده الدرك مش الدرك ما هو بقول ايه بقى برضو ديت هنتكلم فيها حلقة تانية في عندنا دركات وعندنا درجات الدركات للأسفل نازل بدروم طب لو السلم لفوق اسمه درجات طب الدرجات في الجنة الدركات في النار درجات الجنة لأعلى دركات النار لأسفل ولعده بالله وكل ما تنزل تحت ربنا نجينا منها تبقى أصعب